في ريف تهامة تشهد أراضيها الخصبة نموا وازدهارا زراعيا لافتة حيث تزدان أشجار البابايا باخذرارها وثمارها اللذيذة وسط هذا المشهد الجميل يتواجد المزارع زهير سالم داخل الأشجار للاعتناء بهذه الفاكهة الشهية وفي ظل افتقار الدعم الحكومي للمزارعين في المنطقة يستمر المزارعون في بدل جهودهم لتحسين الانتاج وتحقيق النجاح في مجال الزراعة نقوم بزراعة هذه الأشجار البابايا في شهر 8 وبعد ذلك نقوم بنقله بعد 40 يوم بعد المكافحة من الحشرات القارضة يتقرب على الأشجار الصغيرة ثم نقوم بنقلها بعد 40 يوم إذا ما كان آخر نفارق نبعد بين الشتلة بين الحبة والأخرى وعنى كما تقولون أننا نبذر الجهد على حسب الجهد نزرعه قليل إذا فيه مجهود إذا فيه دعم للحكومة من ذلك نزرعه كثير وعندما نقوم بالجن نقوم نصدر ونقصف لقمة حلال يعني نبقى بعد الجهد بعد التعب على أعناق أشجار البابايا يتألق المحصول ويتدلأ بكل روعة وجمال يعكس هذا المنظر جهود المزارعين للحصول على ثمار ذات جودة عالية ترفض السوق بخيرات البلد وعطاءات الخالق الآن بدأنا نصدر العنبلفلفل من مزارع حيس إن شاء الله بذي لنا نحتاج دعم من الحكومة المستعدين نزرع جميع الفواكه بس تحتاج لها دعم بدون دعم المواطن ما يقدر يسرعه ولا يقدر لأنه كاذح المواطن أرتهام طيبة تزرع وتصدر والآن المسوق المحلية تحتاجها العنبلفلفل وتحتاجها الشمام وتحتاجها الخضروات له طلبياته بس الدعم ما أش موجود وأما العامل يكلف وكله يكلف لا يمكن تجاهل الجهود الكبيرة التي بذلها المزارعون في المناطق المحررة جنوب الحديدة حيث شهد القطاع الزراعي تحسنا ملحوظا رغم التحديات التي واجهتهم خلال سنوات الحرب هذا التقدم يظهر إصرار وإرادة المزارعين على استعادة الحياة والإنتاج في أرضهم الجواد الزراعة في ريف تهامة عشق متوارث ويعود هذا التقدم الملحوظ في زراعة فاكهة البابايا إلى المزارعين والسوق المحلية كمردود اقتصادي من خيرات البلد من الحديد حسان بكري اليمن اليوم